لكن في ظل صرخات الناس على السوشال ميديا بسبب ان قطاع الكهرباء واللعنات اللي عملت الصب دي اللي طالت كل المسؤولين من أول السيسي لغاية آخر مسؤول عن الكهرباء في البلد دي نلاقي إعلام السيسي وليجانه في وادي تاني خالص وبيطبلوا الإنجاز العظيم اللي قطاع الكهرباء حققه وللولا كان زماننا عايشين في الضلمة حضرة السادة اسمحوا لي أقدم لكم حاجة صعبة عليكم وعليها لكن أنا والله يملاق لها تفسير غير أني واحد بيعلي على نفسه في التعريض يعني مفيش حد قدامه شوف الأهلي خاد الدوري بكام نقطة عن أقرب منافس دي نشأة ديهي خاد الدوري بطولة الدوري في التعريض ومفيش حد بنفسه نشأة ديهي طالق باختراع عظيم جدا بعنوان متحة في التحديات لو عندك عصاب اتفضل نشأة ديهي بيقولك هاترك أو بنى تناسى عشان أوصل للي وصلت له النهاردة كان لازم أبني محطات محطة وسط الصعيد محطة سيمينس محطات كذا القطاع المهم جدا اللي جدنا تيه أهداف هاترك كمان طب الله العظيم والله العظيم من ضمن أكتر الملفات اللي الدولة والرئيس بيتهجم عليها يقولك أنت بتعمل لي محطات أنتو بتعمل لي محطات أنتو عملتوا محطات ليه أنتو المحطات دي كلها إحنا جماعة فقرة طب إحنا لو ما عملناش محطات كان زمانها مضلمة كان زمانها مضلمة على كل عشان أعمل محطات جبت قروض من برة وعملت محطات بالتلتقات أنا عايز أعرف الدولة مسكعة الجدعدائي عشان يطلع يقول كده واللي عايز أعرفه أكتر اللي مشغلوا شايف فيه إيه عشان يشغلوا ده اللي هيجنني تخيل الراجل ده طالع يعمل مقال بيقول لك عايزين نعمل مدحف مدحف التحديات طبعا للسيسي هتبقى صورة المقال كده الله يخليك مدحف التحديات تخيل طالع يعمل يكتب مقال تحت اسم مدحف التحديات مقال كده بقلم بقلم جاءك ستين ألم على وشة جغلهايف اطلع 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 مدحف التحديات هذا الاقتراح يحتاج إلى البدء فورا في تنفيذه إذا كنا جدين حقا في الانتصار لمبدأي الحق والإنصاف فما تحقق في مصر خلال عقد من الزمن يستحق أن يعامل معاملة طليق بتفرده ومفرداته لذلك يجب أن يقام متحف يضم بين أروقته وجنباته ما كتات لجميع المشروعات التي أقيمت ده بيعلي على نفسه ده بيعلي على نفسه مش بس نشأة الديه اللي مشغل نغمة إنجازات الكهرباء لكن واحد من قلة اللي كانت الإلكترونية وهو لؤيد خطيب كتب تغريدة بيتغنى فيها بقدرات قطاع الكهرباء والفائد اللي عندنا وعدم انقطاع الطيار بعد المشاريع الخارقة اللي عملها بلحة اسمع اللاجنة دي طالع يقول لك إيه ده ود لاجنة بقى إيه مغمي بيقول لك وسط الحر اللطيف اللي إحنا عايشين في ده أحب أقول لحضرتك إن الأحمال الكهرباء وصلت لكام حاجات دي ميجاوات مبارح في مقابل قدرات الكهرباء ومتاحها كذا يعني فائد أكتر من عشر تلاف ميجاوات عايز أفكرك إن في 2014 وما قبلها كانت أقصى أحمال بنوصل لها عشرين وخمسة وعشرين ألف وده كان سبب كافي لتخريف الأحمال وقطع الكهرباء بالساعات عن مناطق كتير والسر اليوم اللي بتقطع فيه الكهرباء تقريبا قطعت في مصر كلها دي نبزة عن الدولة العظمى اللي استلامها السيسي اللي إيه استلامها السيسي وإيه معانيش اللي استلامها السيسي وإيه اللي استلامها السيسي واللي طبعا خربت زي ما إحنا شايفين خلتك اسمها يا سمين لكن الحقيقة نشاطاء كتير جدا على تويتر ماسكتوش وأخدوه غسيل ومكوى قلوه بلاش تهجيص زي ما قال له حساب باسم مصطفى مصطفى طلع قال له بلاش تهجيص ارحمنا الكهرباء مقطوع في أجزاء من أكتوبر عشان لأحمال يا حاج يا حاج المحطات اللي بتتشخر بها يا لقاي معمولة بالديون وكمان هتتبع عشان نسدد الديون ده اللي رد عليه حساب باسم محمود قال له كلها ديون يا محترم عشان نعمل محطات وفي الآخر عندي فائد مش عارفة بيعه ومحطات عايزة بيعها تاني عشان أسدد جزء من الديون ثانيا شركة الكهرباء طحنا معظم الشعب في فواتير وأسعار التكلفة المبالغ فيها ولازم يدفع غصب عن عين أمه اللي عمله السيشي ده إدانة له مش إنجاز عشان رمى فلوس في البحر لحاجة مش بيستفيد فيها الناس ده مش أنا ده حساب باسم محمد بيقول له ده إدانة للنظام لإن 11 جيجاوات دول عشان ندفع فيهم أكتر من 10 مليارات دولار وإنت مش بتستفيد منهم يعني إنت رمية 10 مليار دولار في البحر آه ممكن استهلاكنا يزيد مستقبلا ونحتاجهم بس حاليا إحنا مكمرينهم ومش هنستفيد منهم وفيه اللي قال إنجاز ده من جيوب الشعب من جيوب الناس بيدفعوا تمانها زي ما كتب إبراهيم وقال له بفلوسنا بفلوسنا من جيوبنا محدش عمل إنجاز ولا إبداع إحنا بنشترك كهرباء أغلى من السعر العالمي